استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان بول ريتشارد حيث حمل جلالته المطران بول ريتشارد تحياته إلى قداسة البابا فرنسيس مؤكداً عمق العلاقات المتميزة بين الأردن والفاتيكان وتناول لقاء التطورات الخطيرة في غزة إذ أكد جلالة الملك أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وضمان إيصال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع ونبه جلالته إلى ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس محذراً من أي انفجار للأوضاع هناك والذي سيكون له انعكاسات خطيرة داعياً إلى توحيد مواقف الكنائس في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائمي في المدينة المقدسة من جهته ثمن أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان دور الأردن في حماية ورعاية المقدسات في القدس ضمن إطار الوصاية الهاشمية عليها